بالفطرة يكون العراقي قائد أركسترا يعزف لحن ثورة في الشارع فيكون بطلا للوطن ويكون أيضا رائدا للفن السابع المبدعون اليوم في فصل مصرحي لا تمثل فيه إنما هي الحقيقة الموجعة بعد طعنة تراكمت فصارت كومة من الطعنات رسالة نطق بها المخرجون والممثلون والكتاب يدا واحدة عن معاناتهم التي تكشف غياب الدعم المركزي الرسمي عن دائرة السينما والمسرح فورة غضب مزلزل إذن يصفها الخارجون من بين النصوص الروايات ومع رائحة الموسيقى ليعلنوا ثورة مسرحها بغداد بميدانها الشاهد على المعاناة ودائرة السينما والمسرح مؤسسة تصرخ في وجه العالم اليوم أنقذوني أنقذوا دائرة السينما والمسرح دائرة السينما والمسرح لازم ترجع للتمويل المركزي بدل من التمويل الذاتي رح تكون إنا وقفة جادة يوم 27 ثلاثة في يوم المسرح العالمي رح نكون عند بوابة الخضراء ورح نقول كلمتنا سنكون زلزالا على كل من يهدم الصرح الحضاري الفني في العراق الثلاثاء إذن الذي يصادف يوم المسرح العالمي وقبل أن تعصف بهم الطعنات فيموت ما تبقى من الرشيد وتاريخ العراق أو تجبرهم الظروف على أن يرحلوا ليجدوا مسرحا يسمع حروفهم مسرحا يسمع عزفهم أو يلون الرواية بذوقهم تماما كما فعل نصير الذي عزف عن مسرح عراقي لكنه روالحناه خارج البلاد ماذا لو ظل في العراق؟ فمن نصيره أو نصير نجومه إذا لم ترفع الستارة عن شمعة توقد حبكة حب في السماء؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر